الحمد لله الحق المبين ذي القوة المتين هدى عباده إلى صراطه المستقيم ودلهم على شرعه القويم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه سبحانه هو الولي الحميد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى كل من سار على نهجه وهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحباب الكرام أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بادئ دي بدء أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة والأخوات في الأكاديمية العربية الدولية على هذه الاستضافة سائلا ربي جل في علاه أن يجزيهم عني خير الجزاء أيها الأحباب الفضلاء إن الله تبارك وتعالى الذي خلق الأيام والمواسم والفصول فضل برحمته بعضها على بعض وخصها بطاعات وقربات تتضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتكفر فيها السيئات الأيام الفاضلات هي مواسم نفحات الله وعطاياه لعباده يقبل فيها الصالح من الأعمال ويكفر فيها الذنوب العظام ويعتق فيها الصالحين والصالحات من الجمرات من أجل ذلك أحببت أن أتكلم في هذه المحاضرة المباركة عن يوم عظيم عن يوم من أيام الله تبارك وتعالى إنه يوم عرفة وما أدراك ما عرفة إنه يوم الكمال يوم التمام يوم المباهات هذا اليوم العظيم الذي يعد شامة في جباه المسلمين وفي جبيني هذه الأمة يعد وسام رفعة وشرف لهذه الأمة عرفها أهل الملل الأخرى فحسدوا أمة الإسلام على هذه النعمة العظيمة وعلى ما أولاهم الله عز وجل فيه وبه من نعم عظيمة وآلاء جسيمة فعن طارق بن شهاب رضي الله عنه وأرضاه قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال فقال عمر أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قال فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه عشية عرفة في يوم الجمعة رواه الإمام أحمد في مسنده والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين يقول الإمام بن كثير وفي تفسيره الخير الكثير يقول رحمه الله هذا من أعظم نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن أكمل لهم الدين فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا يحتاجون إلى نبي غير نبيهم عليه الصلاة والسلام لهذا جعله الله عز وجل خاتم الأنبياء وبعثه إلى الجن والإنس فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وإن كل ما أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف فيه ولهذا قال ربي جل في علاه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي ثم أخبرهم سبحانه وتعالى بعد أن أكمل لهم الدين بأنه أتم عليهم النعمة من أجل ذلك قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والمعنى فارضوا لأنفسكم ما رضيه الله لكم فالدين هو دين الله عز وجل الذي رضيه الله عز وجل للعباد وأحبه سبحانه وتعالى وبعت به أفضل الرسل وأنزل به أشرف الكتب قال علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم قال هو الإسلام أخبر الله عز وجل نبيه والمؤمنين بأنه أكمل لهم الدين فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا وقد رضيه الله فلا يسخته أبدا وقال أسباط عن السدي هذه الآية نزلت في عشية عرفة قال رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات قال ابن جريج وغيره مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بواحد وثمانين يوما أخرجهما الإمام الطبري وهذا كله أيها الأحباب الكرام يبين لنا منزلة هذا اليوم عند الله تبارك وتعالى ومما يبين لنا فضل يوم عرفة أن الله عز وجل أقسم به والله تبارك وتعالى العظيم لا يقسم إلا على عظيم فقال جل في علاء والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود عن أبي هريرة رضي الله عنه ويرضاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود هو يوم القيامة واليوم المشهود هو يوم عرفة والشاهد هو يوم الجمعة رواه الإمام أحمد والإمام الترمدي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ومما يبين لنا فضل يوم عرفة أنه اليوم الذي أخذ الله عز وجل فيه الميثاق على ذرية آدم فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان وهو واد في مكة في جبل التنعيم بين جبلي ناعم ونعيم وقيل هو واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفات وقيل واد وراء عرفة يقال له نعمان الأراك أو نعمان السحاب أخذ الله عز وجل الميثاق من ضهر آدم وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا وقيل قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون رواه الإمام أحمد وصححه الألباني فما أعظمه من يوم وما أجله من ميثاق والمعنى أنه سبحانه وتعالى نشرهم وفرقهم وألقاهم مثل النمل الصغير بيانا لكثرتهم ثم كلمهم قبلا أي من غير حجاب وخاطبهم مواجهة وعيانا لا من وراء حجاب فقال جل في علاه ألست بربكم قالوا بلى فأجابوا أنت ربنا أنت ربنا والصحيح أن جوابهم بقولهم بلى كان بالنطق وهم أحياء وهم عقلاء شهدنا هذا من تتمة المقول أي شهدنا على أنفسنا بذلك وأقررنا بوحدانيتك يا الله أن تقولوا يوم القيامة أي حتى لا تقولوا يوم القيامة فعلنا ذلك كراهة أو المعنى أن تقولوا أن تقولوا احتجاجا إنا كنا عن هذا الميثاق عن الميثاق بالإقرار بالربوبية غافلين أي جاهلين لا نعرفه ولم ننبه عليه والمعنى أن الله عز وجل أقام عليهم الحجة وكان ذلك كما ذكرنا في يوم عرفة وهذا ذكره العلماء لبيان فضيلة يوم عرفة من فضائل يوم عرفة أنه هو يوم العتق من الجمرات فعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه الإمام مسلم وهذا الحديث فيه بيان يبين لنا فضل يوم عرفة كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله قوله صلى الله عليه وسلم وإنه ليدنو دنوا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه من غير تشبيه ومن غير تكيف ومن غير تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم يباهي بهم الملائكة الله الله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد ومن رضوانه على عباده الواقفين في عرفات أنه يباهي الملائكة بالواقفين في عرفة فيظهر فضلهم ويريهم حسن عملهم ويثني عليهم عند الملائكة الكرام وأصل البهاء هو الحسن والجمال فالله عز وجل يفاخر بهم ويعظمهم عند الملائكة يقول الإمام القاري في المنقات ما أراد هؤلاء أي شيء أراد هؤلاء حيث تركوا أهلهم وتركوا ديارهم وأنفقوا أموالهم وقطعوا المسافات من أجل الوصول إلى هذا المكان للوقوف بين يدي الله عز وجل بحب وتذلل وبخضوع وخشوع ماذا أراد هؤلاء إلا المغفرة إلا الرضا إلا القرب إلا اللقاء ومن جاء من هذا الباب لا يخشى الرد أو التقدير ما أراد هؤلاء فهو حاصل لهم ودرجاتهم على قدر نياتهم وعلى قدر مراداتهم قال عبد الله بن المبارك الإمام العالم المحدث المجاهد رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية لهذا ينبغي أن يحرص الإنسان دائما على تصحيح النية حتى يقبل العمل عند الله جل في علاه الواقفون بعرفات الحجيج يقفون على صعيد واحد يتوجهون إلى قبلة واحدة يدعون ربا واحدا تصدح حناجرهم بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك بلغات ولهجات مختلفة تذوب فيها فوارق اللون وفوارق اللغة والعرق واللباس وذلك أيها الأحباب يؤكد الوحدة المعنوية لأمة الإسلام ذلكم الموقف الذي ينظر في قلوب المؤمنين القوة والتأكيد على أن هذه الأمة قادرة على الانتصار قادرة على التقدم قادرة على توحيد الله ووحدة الكلمة إذا رجعوا إلى الله عز وجل رجعة صادقة لا هوادة فيها ولا غش فيها ولا خيانة ولا خداع هذا ما يبين لنا فضل يوم عرفه أما عن فضل صوم هذا اليوم فقد ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه قال يكفر السنة الماضية والباقية رواه الإمام مسلم والحديث يبين لنا فضل صوم يوم عرفه لغير الحاج أما الحاج فإنه يستحب في حقه الإفطار حتى يتقوى على الطاعة وعلى الوقوف بعرفه وعلى سائر مناسك الحج ورد في الصحيحين من حديث أم الفضل بنت الحارث قالت تماروا عندها يوم عرفه في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من قال إنه صائم ومنهم من قال إنه ليس بصائم فتقول رضي الله عنها وأرضاها فأرسلت إليه بقدح لبا فشربه وهو واقف على بعيره بعرفه فأرسلت إليه بقدح لبا فشربه وهو على دابته وهو واقف على بعيره بعرفه فشربه ولهذا قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يستحب للحاج أن يفطر ليتقوى على الطاعات والقربات وعلى سائر مناسك الحج أما غير الحاج فإنه يستحب الصوم في حقه كما ذكرنا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أفضل الدعاء في يوم عرفه ورد عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز رضي الله عنه وأرضاه ضبطها الإمام الزرقاني في شرح موطئ الإمام مالك بفتح الكاف وكسر الراء كريز رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفه وأفضل ما قلت أنا والنبيون وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له رواه الإمام مالك في الموطئ خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له بمعنى خير ما دعوت به أنا والنبيون من قبلي هذا هو المحتمل لأنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي والمعنى خير ما دعوت به أنا والنبيون من قبلي هو دعاء يوم عرفه لذلك فيكون ذلك بيانا لهذا الدعاء وهو قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهذا الذكر يكون بهذا الاعتبار من جملة الدعاء بل هو أفضل الدعاء يقول الإمام ابن عبد البر عليه سحائب الرحمات والحديث فيه أن الثناء دعاء وفيه تفضيل الدعاء بعضه على بعض والأيام بعضها على بعض وأن ذلك هو أفضل الذكر لأنه كلمة الإسلام وهو كلمة التقوى أما إذا أردنا أن نتحدث عن حال السلف رضوان الله عليهم في يوم عرفه فإن المتتبع لأخبارهم يرى عجبا عجابا من الأخبار التي تنشرح لها الصدور والتي تملأ القلوب بالفرحة والحبور والسعادة والحبور عبد الله بن المبارك العالم المحدث المجاهد الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما يأتي في عشية عرفه إلى سفيان وقد جثا على ركبتيه وهو يبكي قال فوقفت أمامه فبكيت فقال ما شأنك فقلت من أسوأ الناس حالا فقال أسوأ الناس حالا من يظن بأن الله لا يغفر لهؤلاء أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله تبارك وتعالى وحج مسروق وهو ابن الأجدع الإمام القدوة العلم أبو عائشة الوادعي الهمداني الكوفي حج فما نام إلا ساجدا وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كثرة الاجتهاد والمجاهدة وكثرة العبادة والطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل الفضيل بن عياض ينظر في عشية عرفة إلى نشيج الناس وإلى بكائهم فيقول أرأيت أو أرأيتم يخاطب من يقابله في ذلكم الموقف العظيم الموقف الجليل فيسألهم فيقول أرأيتم هؤلاء لو صاروا إلى رجل فسألوه دانقا وهو سدس درهم كان يردهم قالوا لا قال والله للمغفرة عند الله عز وجل أهون من إجابة رجل لهم بدانق ثم أنشد بعدها وقال إني لأدعو أطلب عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر لإن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر وعن صالح المري قال وقف مطرف ومع بكر بن عبد الله بعرفة فقال مطرف اللهم لا تردهم اليوم من أجلي وقال بكر ما أشرفه من يوم وما أعظمه من يوم وما أرجاه لأهله لولا أني فيهم وعن عبد الله بن الحارث وبهذا نختم عن عبد الله بن عمر أنه كان في عشية عرفة يرفع صوته فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يقول اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى ثم يخفض صوته فيقول اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا اللهم إنك أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالاستجابة وأنت لا تخلف وعدك ولا تكذب عهدك اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا وما كرهت من شيء فكره إلينا وجنبناه ولا تنزع عن الإسلام بعد إذ أعطيتنا نكتفي بهذا المقدار وأنا في نهاية هذه المحاضرة بدأت في الاستماع إلى أفراح العائلات وإلى زغاريد الأمهات بسبب إعلان نتائج شهادة المتوسط فنبارك لكل من نجح في هذه المسابقة ونسأل التوفيق والسداد لمن لم يحالفهم الحظ في هذه المرة وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقدل الله منا ومنكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته